كل سنة وانتو طيبين وسنة سعيدة علينا إن شاء الله ودخلين على رمضان كلنا منستنيين بقى رمضان بفارغ الصبر الناس كتيرة قاوة مستنيها رمضان للأكل والشرب المحمر والمشمر وحنزل النوعين والتعزن فين النهاردة عند خالي بكرة عند جدتي لكن ما بدأت كزن للرمضان ده فيه سواب كبير قوي بيقدر ناخد منه حسنات كتيرة قوي بمش طمعين فالنهاردة هنقع بقى مع الدعاشة في شهادة اللي هنسأله أكتر ويقول لنا أكتر إزاي نستقبل رمضان الأول من أقوارنا الله يخليك زي ما من أقوار بنامج العيلة الله يخليك ده شرح السليين تقعد في البيت النهاردة آه مكاني وبيتي إن شاء الله دلوقتي إحنا عايزين نخش رمضان بس رمضان جديد نستقبله ونعيش فيه ويكون فيه قلوب خاشعة لله نستقبل رمضان ده إزاي طبعا بداية الحمد لله وصلاة والسلام أنا مبسوط جدا أن أنا موجود معك وفي العيلة والحياة طبعا حيث بنسمع كتير كلمة أنا عايز أبقى في رمضان وعايز أبقى مختلف وعايز أبقى رمضان السنة دي بالنسبة لي انطلاقة كبيرة عايزين نركز في رمضان ده على خمس حاجات تمام خمس حاجات هنقولهم ببساطة وسهلين جدا بس نشتغل اللي مكويس يلا بي أول حاجة نركز عليها ذكرة طيبة ذكرة ليه بقى الكلام ده إحنا إحنا ما بنيج نبدأ أول يوم في رمضان أو قبل رمضان بيومين مثلا فالشيطان أقولك مش هتكمل مش هتقدر تواظب أنا صلاة الطرحة أول يومين وحكسل أنا بدأت السنة اللي فاتت واللي قبلها القرآن والورد بتاعي وبعدين وقفت فيبدأ الشيطان يعمل حاجة خطيرة جدا يجيب لك ذكريات الماضي من التأثير بتاع رمضان من إن أنا ما بكملش في رمضان من بقى بيني لو نفعت في رمضان من إن ربنا مش بيحبك لو بيحبك كان خلاك استمرت على العبادة والذكر والقرآن والطاعة فيبدأ يجيب لك الذكريات القديمة فأنت تحطها قدامك فتتفاجئ إن أنت ما كملتش لأن فيه الذكريات قديمة موجودة فيبدأ يخليك تحبط بشكل أو بآخر الشيطان بقى يعمل حاجة اسمها التحزين يعني يبدأ مش هايبال منك وربنا قال كده في القرآن قال قال رعز وجل عن الشيطان ليحزن الذين آمانوا مش عزك تكمل فأول حاجة اعمل ذكرة طيبة ليك مع العبادة والطاعة دعني استمر اسمع له وطنش اسمع له وقل له لا اسمع له وقل له مش فضيلك كمل عشان تعمل ذكرة طيبة تواجه الذكرة القديمة الحاجة التانية آية عايزين نطلع من رمضان إن القرآن فرق معنا مش مجرد إن أنا قرأت مثلا خمس أجزاء في اليوم ولا ختمت خمس ختمات لأ أنا عايزك تركز لو في عشر آيات كل يوم لو في جزء واحد كل يوم بس نفهمه النهاردة ما فيش أسهل من الجوجل إن احنا ندخل لو في كمة مش عارفينها أو كتاب اسمه كلمات القرآن أو المصحة اللي فيها معاني الكلمات لحد إمتى مش عارفين معنى كلمة الصمد لحد إمتى مش عارفين معنى كلمة كذا في حين لو عرفت معنى الكلمة هيسهل علي اللي جاي إيه أكيد هيبش فبالتالي الأمور هتبقى مختلفة وأجمل بكتير فرقم اتنين لك ركز مع القرآن لأنه هيشفع لك والقرآن قال فيه نبس و سلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب فعايزين نبقى أصحاب القرآن في رمضان الحاجة الثالثة ودي مهمة أوي أنا عارف إن عندي عادات بتعطلني في رمضان كل سنة بمعنى بكسل أنا الفترة اللي هي من خمسة رمضان لحد عشرين رمضان بقع في النص فأنا عارف أنا عارف إن فيه صحابي بياخدوني من إيدي كده فبيضيعوني وقعوني المسلسلات والتواجر حلو ده واصحابي والعزومات والقصص الكتير دي فنعرف إن كل سنة بماشي كويس لحد ما حد يتدخل يورح موقفني عزومتين ثلاثة على خروجتين ثلاثة على وبعدين يا عم هنبقى نرجع آخر يومين نزبط وبتاع ليلة القدر وحن أعتكف ما تقلقاش يوخ فيها أي يام عندنا هنأعتكف فيهم الله عايز هي دي بقى يبقى أنا رقم ثلاثة خلي بالك من العيوب والأخطاء بتاع كل سنة أنت عرفتها خلاص السنة دي بقى اتحدى نفسك فيها أن أنت ما تقعش دي مهمة جدا الحاجة رقم أربعة صحابك الناس اللي حواليك كل من تصاحب أقوله لك من أنت الصحبة اللي حواليك لها تخليك تكمل لها تقع لها تخليك مستمر وعندك مصداقية لإما هتنهار لأن الصحاب النهاردة عنوان فلإما الصاحب يقولك أنت قررت إيه النهاردة انت قررت ورد القرآن طب أنت هتصار التروح فين إنما فيه ناس تاني يقولك أنت هتصار فين النهاردة كان زمان في كتاب النصوص الصديق قبل الطريق هو ده اللي أنت بتقوله أي صح بالضبط فالصاحب اللي حيشديني معاه اللي هيخدني اللي هو هيقولي أنت قررت القرآن بتاعك النهاردة اللي بعتلي على الفيس هي عملت إيه اللي بعت على الواطس أنت صالت أروح فين النهاردة ويبدأ يتابع معك طب الفجر فين طب أنت ذكرت ربنا يبدأ يبقى فيه صاحب أو اتنين دول الدعامة الأساسية اللي بيحركوك حاجة الخامسة اللي ركز عليها جدا النوافل النوافل اللي هي اللي هي السنن الزيادة تمام لأن الشيطان بيجي يعمل إيه لو أنت بتصلي الفرائد بس يروح الشيطان داخل خطك في الفرائد حلو ستروح مكسل في الصلط قطع في الصلط حلو حلو طب لو أنا بعمل نوافل بصلي السنن يجي يغبط ما يغبطش في الفريضة يغبط فين في النوافل فيقعك فيه شوية وقومك شوية حلو حلو بس مش يجي ناحية الفريضة انت عامل درع وقايم للأول حلو فبالتالي كطرة الذكر مهمة جدا جدا والنوافل بيفرقوا كتير قوي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله أكتر عمل ينجي أهو عشان بس من استصعبش العبادات ذكر الله عز وجل دائما